قصة مهمة جداً عن مستشفى انبنى بالعراق بالأربعينات بالعهد الملكي شلون انبنت؟ ومنوا بناها؟ وين صارت اليوم هاي المستشفى اللي من الأربعينات لحد الآن؟ وين حل بيها الدهار؟ تهدمت بعدها؟ خلي نشوف بسنة 1944 يعني تقريباً قبل أكثر من سبعين سنة كان مرض السل منتشر بالعراق والوفيات ما يلحق عليها فالعراقيين الخيرين أسسوا جمعية أهلية تصوروا جمعية أهلية لمكافحة السل ليش؟ لإنقاذ العراقيين من هذا المرض أو هذا الوباء الخطير الجمعية قررت بناء مستشفى تصوروا قبل سبعين سنة قرروا بناء مستشفى يكون بيها منتجة أو مركز للنقاهة خاص بمرضى السل أو التدرن مثل ما أطلق عليه فيما بعد وبالفعل تم اختيار قطعة أرض مساحتها خمسة وعشرين دونم وصير عشاط على دجلة بمنطقة حلوة كان اسمها التواثة بأطراف ضغداد الأرض تبرع بيها واحد من بيت الأخضاري الله يرحمهم كلهم والجمعية نصبت مشروع مي مجهز بالمكاين وحواض التعقيم والكهرباء الكهرباء أيضا نصبت محولاته أعمدة أما البناء فالسمنت والشيلمان تبرع بيه تاجر عراقي مسيحي أرمني المهم والبوب والشبابيش تبرع بيها واحد يهودي عراقي من بيت ساسون والطابوق تبرعوا بيه أهل معامل الطابوق المهم انبنت المستشفى والناس الزناقين اللي الله موفقهم كانوا يتبرعون بكل شي بالفلوس بالأجهزة بالأثاث لأن كانوا يحبون بلدهم وناسهم مو مثل هسة يبوقون ما للشعب من الدولة ويخلون بجيوبهم والفقراء عسى يصير ما يصير بيهم المهم بعد سبع سنوات تم افتتاح المستشفى والحكومة عينت بها طباء وممرضين وممرضات وكادر وظيفي كامل طبعا هذا المستشفى اللي كانوا يسموه مستشفى العزل يعني يعزلون المرضى بيه مرضى السل أو مستشفى التواثة بألف سرير يعني يستوعب ألف مريض مستشفى متكامل صالات عمليات ردهات وخدمات وصالة سينما وبيوت سكن للأطباء وجناح للمطابخ ومخازن وغيرها من بقية المستلزمات المطلوبة هذا المستشفى اللي ينسولف علي اليوم واللي ينبني قبل أكثر من سبعين سنة هو مستشفى ابن الخطيب اللي صارت بيه الكارثة قبل أيام هذا المستشفى كان المفروض يتهدم وينبني من جديد حسب المواصفات العالمية الحديثة بس الربع ما يعرفون يبنون يعرفون ينطوها عقود ويلزقوها تلزق ويصبغون أحمر وأخضر على أساس صيانة وهاي تاليها يا من تعب يا من شقة ويا من على الحاضر اللي قل